ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة المديح الرابع لوالدة الإله الفائقة القداسة من كنيسة الصعود الإلهي خلدة حيث أشار سيادته في عدته إلى أن المرأة تحظى بمكانة مقدرة من مكانة السيدة العذراء وقال إن رسالة الكنيسة اليوم هي صلاة لأجل العائلة خاصة وأننا في زمن يسعى لتحطيم أساسها وكيانها ودع الأباء والأمهات للإصغاء لبناتهم وأولادهم كأباء روحيين لهم شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية